أعلنت وزارة التخطيط مستهدفات خطة العام المالي 2021-2022 في مجال الرعاية الاجتماعية وهو العام الرابع من الخطة المتوسطة المدى للتنمية المستدامة وأشار بيان للوزارة إلى أن الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية تتبلور حول إقامة مجتمع مصري متضامن ومتماسك موضحة أن الدولة خصصت بمشروع الموزنة للعام المالي دعما قدر بـ 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية